يقال أنه لا يمكن الغناء بالعربية بتقنية الأوبرا وأنه مجرد حلم غير أن السوبران اللبنانية ريمة طويل حولت الحلم إلى حقيقة فبعد سنوات من الغناء الأوبرالي بلغات عدة قررت ريمة طويل إدخال لغتها الأم العربية إلى ميدان الأوبرا عبر حفلة موسيقية هنا في باريس أنوانها أوريانت رياس أي ألحان من الشرق تعرفت على اتنين ملاحنين سليمان القدسي وفانسان شاريه ومع الكتاب أنري زغيب كاميل طويل رودي رحمة وبهجة رزق وأخذنا كمانا نص من جبران من كتاب البداع والترائف قررنا نحط الموسيقى على هالكلمة الحلوة هلا أنا من ناحيتي أنا الشخصية مساهمتي اقتصرت على نصين واحد بيتناول حتش بسود يعني الملكة الفارعون بالمصر القديمة والتاني قرطاجة مدينة قرطاجة هي للحقيقة النصوص بتناول مختلف الحقابات التاريخية وكمانا مختلف الموادية رأيك الأوبرا العربية رح تستمر في ثقافتنا هلا من اليوم وطالع؟ ليش لا كل بلاد العالم مش كلهم كان من تراثهم يعني أول شي بلش الأوبرا بإيطاليا وبفرنسا وبعدين بلشوا بس أنه بألبانيا ما بعتقد أنه كان من تراثهم الأوبرا حضرتك لما بتروح بتشتري سي دي بالروسي مسلا أنت مش ضروري تكون تتكلم اللغة أنت ما بتكون فهمين روسي يمكن ما بعرف إذا بتحكي روسي حضرتك لايس بتروح بتشتري الأوبرا وبتقول لأنه الموسيقى عجبتني ليش تما حدا بكرة بدو يسمع لحن بالعربي كمانا بدو يعجبه بدو يقول بدي روح يشتري الأوبرا نمط نوسيقي غربي واللغة العربية عندها أسليب تعبير أخرى ولكنه أحد يمزجون بيطلع شي حلو جديد فخورين أولا أنه بصالة زي هاي مهمة جدا في باريس أنه يكون في عنام مغنية عربية لبنانية والجمهور الموجود بيان عليها الجمهور بيقدر الموسيقى وبيحبها تهدف ريمة طويل من هذا المشروع إلى إعطاء اللغة العربية موقعا في عالم الأوبرا لتصبح مثلها مثل اللغات الأخرى المعتمدة في هذا المجال ليث بزاري العربية باريس